بسم الله الرحمن الرحيم. محضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضركم الفيديو التاسع من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت ورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية اعداد مساحة العمل للكتابة من اعداد أستاذ ياسر محمد النجيب. في الفيديو ده هنبدأ نشوف ازاي تقدر تعد مساحة العمل علشان تشتغل على برنامج الورد. في البداية ده ملف وورد فاضي. علشان تبدأ عليه اول حاجة انتك هتبدأ بها هتاخد من هاتختار. لو انت هتشتغل على مقاس مختلف عن الـ اختار المقاس بتاعك ولكن الاساسي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه دايما في حياتنا هو مقاس طبعا هتبدأ بعدها بانك تاخد الصفحة بتاعتك انت عايزها بالطول ولا عايزها بالعرض على سبيل المسال عشان تكونوا قدها قدامكم ان ايدي دي الصفحة بالطول او بالعرض وشوف الاختيار اللي انت عايزه في الصفحة بعد كده هتبدأ في اعداد الهوامش بتاعة الصفحة اعداد هوامش الصفحة قدامك طريقتين تقدر تاخدهم بيها تقدر بانك تضغط هيدا بالشكل ده لا بيبقى الساهمة عندك بالشكل ده تبدأ بانك تسحب الهوامش زي ما انت عايز ودي الطريقة الاولى لتعديل الهوامش هل ما اتراجع وهنشوف الطريقة التانية لتعديل الهوامش انك تيجي من خلال الجزء ده تقدر بانك تاخد هوامش محددة بمقاسات محددة اللي هي موجودة عندك في الصفحات ديت او تقدر بانك تضغط على وتكتب انت الهوامش اللي انت عايزه عادة بنصح بهامش سنتي على الاقل ما تعملش الهامش بتاعك اقل من كده فتقدر بانك من خلال المصدر بانك تتحكم في الهوامش زي ما احنا ما شفنا او تقدر بانك من خلال lay out وتضغط على الجزء ده فتتحكم في الهوامش اللي انت عايزه بعد كده هتتأكد من وجود المصدر لو المصدر بتاعتك ما هيش بينة بتضغط على view وتظهرها لو انت هتحتاج انك ترسم حاجة ومحتاج خطوط بيانية تقدر بانك تظهر الخطوط البيانية ديت على اساس انك تسهل على نفسك عملية الرسم ولكن الخطوط البيانية ديت ما بتطبعش مع الملف بتاعك ولكنها مجرد خطوط استرشادية بتظهر بس في النسخة الالكترونية للبردمج تقدر تشيل رلامة الصحة او تعطوها لو انت احتاجتها او محتاجتها بعد كده تضغط على home هتختار الخط اللي انت هتشتغل به ومقاس الخط دايما ننصح بان مقاس الخط بيبقى ما بين اربعتاشر لستاشر الطبيعي بتاعك اللي انت تستخدمه في اي مستردات هو مقاس اربعتاشر ما تستخدمش خط اكبر من كده لكن لو انت احتاجت خط اكبر من كده يكون الكلام ده لعبارات محددة زي العناوين مثلا وما تزودهش عن ستاشر ياريت فخلي التعامل بتاعك باربعتاشر او ستاشر دايما ودايما انا انصح باختيار اربعتاشر العلامتين اللي انتوا شايفينهم على الشمال دول في المسطرة ديت بتبدأ تدلك على الهوامج بتاعت الصفحة بان الهوامج بتاعت الصفحة ديت بتبدأ من الشمال ده في حالة ان احنا كتبنا الكتابة ديت من الشمال لليمين لو انت هتكتب باللغة الانجليزية هتخلي الهوامج زي ما هي لو انت هتكتب باللغة العربية هتضغط على الجزء ده علشان تبقى الهوامج من اليمين او انك تضغط كنترول شفت يمين او كنترول شفت شمال علشان تتحكم في الهوامج زي ما انتم ملاحظين فوق ضبط الهوامج من بداية التعامل مع الملف هتفيدك في التعامل بعد كده مع تنسيق محتويات الملف سواء من جداول او من نصوص خاصة كلما زاد حجم التعامل بالبيانات داخل ملفك هتحتاج انك تتعامل بالهوامج ديت ننصح دايما بانك تعمل الهوامج بشكل مسبق قبل ما تشتغل على الملف من الاساسيات اللي انت لازم تشتغل عليها انك هتحدد هل انت هتستخدم الملف بتاعك كصفحة واحدة ولا هتستخدم الملف بتاعك كأعمدة لو انا دلوقتي مش هستخدم الملف بتاعك كصفحة واحدة هدخل على اللاي اغت وهدخل على الأعمدة وهتختار انت عايز تعمل كام عمود تلاحظ بان دلوقتي الصفحة معمولك عمود واحد لو انت عايز تاخد عمودين بدأ انه يقسم لك الصفحة لو انت عايز تاخد تلات اعمدة بدأ انه يقسم لك الصفحة برضو الى تلات اعمدة تقدر بانك تختار العديد من الاختيارات اللي انت عايزها طيب دلوقتي في مشكلة قدامك لو انت عايز تختار اعمدة انك هتلاقي بان الصفحة التلات اعمدة ديت جت من الشمال طيب ديت تنفع مسلا لو انا بكتب مطوية باللغة الانجليزية طيب لو انا عايز اكتبها باللغة العربية انا عايز ابدأ من اليمين هتتحكم في فتبدأ من على اليمين او هتتحكم فيها من خلال انك تضغط على مور وهتشيل اللايت توليفت فهتبدأ تتعامل معها كمطوية على الشمال بكده نكون اخدنا الاساسيات اللي انت بتشتغل عليها بالبرنامج بتاع الورد بكده نكون اخدنا كل الخطوات الاساسية اللي انت يهمك بانك تعرفها او انك تحددها في بداية التعامل مع اي ملف الاعدادات ديت لازم تقوم بها بشكل دوري كل مرة هتتعامل فيها مع اي ملف علشان كده خصصنا لها الفيديو الخاص ده شكرا لحضراتكم وشكرا لوقتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا بالاشتراك في القناة